موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم إلى برنامج مسارات تسعون يوما تقريبا والعدوان الإسرائيلي مستمر على غزة مخلفا آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين عدوان استخدمت فيه جميع صنوف الأسلحة بحرا برا وجوان انتهاكات بالجملة جرائم وتهم بالإبادة الجماعية إنسانيا وواقعيا الحق أبلج لكن ماذا عن الشرعة الدولية وما المنتظر من محكمة العدل الدولية التي تنظر بالدعوى ضد إسرائيل بخصوص جرائمها على غزة وهل من باب التفاؤل القول إن بوابة العدالة قد توقف جبروت القوة أم أن القانون الدولي لا ينجح إلا عندما يقترن بالعزيمة الدولية حسب وصف أحد الساسة الدولية للتحليل والاستزادة معنا في الاستوديو أستاذ القانون الدولي الدكتور عمر العكور وأستاذ القانون العام الدكتور محمد المعاقب أهلا ومرحبا بالضيفين الكريمين دكتور محمد بداية التساؤل أمام كل هذه الجرائم الإسرائيلية ما المنتظر من محكمة العدل الدولية شكرا أخي أنس لك الاحترام وهذا سؤال وجيه وفي محله أولا لجوء للقضاء الدولي يحقق أهداف ومكاسب قانونية ومعنوية لصالح الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية جراء ما تتعرض لهم من أدوان وإبادة جماعية وأن نقل هذا الملك إلى القضاء الدولي له أهمية القانونية وفيه أيضا تعرية لدولة الاحتلال إسرائيل بأنها دولة مارقة خارجة على القانون الدولي ويعريها أمام العالم كله بأسره عالم اليوم وإن كانت ما يحرك أو ما يفرض الواقع القانوني الدولي هو استحقاقات سياسية القوى الكبرى القوى المسيطرة في العالم ولكن مع هذا أعتقد أنها خطوة مهمة وإيجابية لصالح الانتصار لعدالة قضية شعبنا وأهلنا في فلسطين وغزة ولحظنا أن دولة الكيان أو إسرائيل كانت موقفها في البداية عندما رفع الملف إلى القضاء الدولي لمحكمة العدل الدولية كان موقف يرفض المثول أمام هذا المحكمة تراجعت في الساعات الأخيرة في الأيام الأخيرة وعلنت قبولها بالمثول أمام محكمة العدل الدولية وهذا بحد ذاته يعني هو إنجاز واستجابة على الأقل أن هذه الدولة ستقدم للقضاء الدولي بأنها دولة مرتكبة لجرائم الإبادة الجماعية والقتل والتهجير وكل ما ينبثك عن هذه الجريمة من أثار قانونية وسياسية وبالتأكيد أي أثر أو نتيجة تصدر عن محكمة العدل الدولية ستسهم في تعريه هذا الكيام طيب دكتور قبل ما أحكي عن الأثر والنتيجة ذكرت نقطة مهمة أنه إسرائيل في بداية كانت ترافضة ثم قررت المثول إسرائيل لم نعتد أنها توافق على قضايا كهذه القضايا دون حسابات أو دراسات معينة باعتقادك ما الذي يدفع دولة الاحتلال للقبول بالمثول أمام محكمة العدل الدولية بكل تأكيد دولة إسرائيل حسبت الكلف السياسي كلف السياسي اللي رفضها المثول أمام محكمة العدل الدولية الآن قبولها قد تخفف وأنا يعني أعمل وكل القانونيين وكل المنصفين في العالم أن هناك إدانة من ناحية قانونية ستكون بحق إسرائيل ستصدر بحق إسرائيل لذلك دولة إسرائيل لم تعلن الرفض ولم تعلن الموافقة عبتاً إنما جاء استناداً لمعطيات ولمصالح ومكاسب ودراسة دبلوماسية وقانونية معمقة لذلك جاءت استجابتها لتخفيف أي آثار أي قرار سيصدر لاحقاً تمام بعد قليل سأتساءل مع الدكتور عن قصة الكلفة السياسية وقبل أن أدخل بكثير بتفاصيل عن هذه المحكمة آلياتها من هم القضاء كيف تنشأ القاضي بدأت سأل مع الدكتور عمر لاكور دكتور هل تتفق مع المقولة التي تقول إن بوابة العدالة قد توقف جبروت القوة وشي مساء الخير أخي أناسي لك للمشاهدينك الكرام مساء الخير أخي وصديقي أستاذ الدكتور محمد المعاقبة ومن دواعي شروري أنا أكون متواجداً بينكم هذه الليلة لكم الاحترام على شاشة تلفزيوننا الوطني حقيقة ابتداء يعني سؤالك ذو شجون ابتداء بس بدي أحب أميز ما بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية قبل ما أدخل بالتفاصيل لأني أجد أن هناك في الشارع قد يكون هناك لبس بسيط وهذا الصحي فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية هي جزء لا يتجزأ من النظام الأساسي للميثاق المنشئ للأمم المتحدة وبالتالي هي جزء من الأمم المتحدة جزء من الأمم المتحدة نعم هي هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بينما المحكمة الجنائية الدولية هي ليست جزءاً من هيئة الأمم المتحدة أنشئت بمجيب معاهد دولي اللي منسميها نظام روما الأساسي عام 1998 ودخلت حيز النفاب بالألفين واثنين هذا واحد اثنين فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولي لا تحاسب إلا الدول ولا يرفع دعاوي أمامها إلا من قبل الدولي فقط تمام بينما المحكمة الجنائية الدولية تحاسب أشخاص طبيعيين البشر العاديين على مسائل متعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني جنائية على مسائل جنائية الشيء الثالث طبعا هي الفروقات كثيرة لكن أنا أريد أن أحاول أنه على أهمها نضع اليد الشيء الثالث كذلك أنه محكمة العدل الدولي تتسم بشكل عام برضائية اللجوء إليها برضائية نعم بمعنى أنه لا يتم رفع الدعاوي فيها إلا من قبل إلا من موافقة أطراف النزاع جميعا على رفع الدعوة أمام محكمة العدل الدولية بينما في المحكمة الجنائية الدولية لا كان محدد أنه هناك إما أن تكون دولي طراف أو يحالم المجلس الأمن أو إنجازة للتعبير من المدعي العام لكن فيما يتعلق برفع الدعوة من جنوب أفريقيا ضد الكيان المغتصب ضد إسرائيل هي كانت على المادة التاسعة من الاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اللي بدخلها بالـ 48 هذه تعتبر من إنجازة لأن التعبير من المعاهدات التي تهم البشرية جمعا تهم مجتمع الضمير الإنساني وبالتالي لا تتطلب موافقة الطرف الآخر بمعنى أنا كدولة أستطيع أي دولة أي دولة عضو في المحكمة العدل الدولية أي دولة وهذا النص على إطلاقه أي دولة عضو في المحكمة العدل الدولية تستطيع أن ترفع دعوة متعلقة فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وبالتالي ودون موافقة الطرف الآخر هلأ إسرائيل دولة موجودة في الاتفاقية وكذلك جنوب أفريقيا فمن حيث الولاية القانونية لمحكمة العدل الدولية واضحة خصوصا إذا ما علمنا أن المحكمة العدل الدولية لم تحدد اختصاصاتها بمعنى أن محكمة العدل الدولية سيدي لها اختصاصين الاختصاص الأول من سميه القضائي والاختصاص الثاني الإفتائي أو الاستشاري فيما يتعلق بالاختصاص القضائي قالت أن مسائل سياسية وقانونية وتركت الحبل على الغارب مفتوح بمعنى أنها تستطيع أن تستوعب أو تقبل أي قضية ترفع إليها ما لم هي نفس المحكمة تنكر على نفس ذلك تقول أنا لست مختصة بذلك بينما فيما يتعلق بالأراء الاستشاري والرأي الشهير الجدار العازل هو عبارة عن رأي تطلب من ونظمات دولية إما الجمعية العامة لأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو الوكالات المتخصصة تابعة لأمم المتحدة إذا حصلت على ترخيص ميلي الجمعية العامة حقيقة أعلق إضافة التي تفضل فيه أخي الدكتور محمد فيما يتعلق بالمثول من الناحية السياسية التي أتفق معها تماما لكن من الناحية القانونية الحضور وعدمه لا يرتب أي شيء بمعنى إذا حضرت تقوم تبقى الدعوة قائمة وإن غابت تبقى الدعوة قائمة وكما تعلم سيدي هذا الكيان الغاصب يخطط جيدا ويقرأ المشهد جيدا أنا الآن أتحدث من الناحية القانونية وهذا للتأكيد في هذه الحلقة نتحدث من جانب قانوني ناحية القانونية الصرفة البحثة أفضل لها بكثير أن تكون متواجدة وأن تقدم ما لديها من دلائل وقراء على أن تنفي هذه الجريمة وللعلم سيدي فيما يتعلق بهذه الجريمة بشكل خاص جريمة الإبادة الجماعية فيها صعب لا أقول صعب لدرجة الاستحالة لكن من الصعب جدا إثباتها لأنها تتطلب الركن الخاص أو القصد الخاص هلأ هي من صورها الإهلاك الإهلاك الكلي أو الجزي أو مثلا إذا بدك كمان نقول هو وضع الناس في ظروف معيشية صعبة بقصده هلأك هذه الصور متحققة التجويع إنجاز للتعبير القتل العشوائي وما إلى ذلك لكن يجب أن تثبت أن نية هذا الكيان الغاصب أو الجاني اتجهت إلى استئصال هذا الشعب بأكمله وبتالي لا أعتقد أن المهمة سهلة لكن كذلك إضافة لتفضل في الزميل الدكتور محمد أن هناك بداية يعني هناك ضوء في النفق أن العدالة الدولية نوعا ما وكأنما أخذت تشق طريقها وإن كان بصعوبة يعني نحو تعريت هذا الكيان أن هناك شيء هذا الكيان يعتدي هناك جرائم نطلب من المجتمع الدولي أن ينتبه إلى هذه الجرائم طيب دكتور محمد قبل قليل ذكرت بأنه لعدم حضور دولة الاحتلال قد يكون هناك كلف سياسية تستطيع أن تحضر أو لا تحضر لكنها آثرت الحضور ما المقصود بالكلف السياسية وكما أشار الدكتور عمر قبل قليل أن مهمة المحكمة ليست سهلة بالإثبات لكنها قد تكون مستحيلة أم هناك ضوء كما أيضا إشارة الدكتور بهذا النفق أستاذ أنس حقيقة هي المحكمة والقانون الدولي ككل ومنذ قرار التقسيم لغاية الآن قرار الدولي بنشوف أحنا كيفية تطبيقه في العالم وأنه يخضى الاعتبارات السياسية أكثر منها لاعتبارات قانونية محظة اعتبارات سياسية اعتبارات سياسية نعم إسرائيل هي خارج على القانون الدول خارج على القانون الدولي عشرات القرارات في الإدانة صدرت من مجلس الأمن لدولة الكيان ولكن دولة الكيان تتمسك أيضا بحجج قانوني وتحاول أن تدفع عن نفسها التهم بالخروج عن القانون الدولي ولكن في موضوع أو حالة العدوان على غزة وعلى شعبنا وأهلنا في فلسطين حقيقة هي جريمة وأتفق مع الدكتور عمر تتوافر فيها كل الأركان المادية من قتل وتهجير وتجويع وتدمير وسخدام أسلحة محرمة وغيرها هذا الأفعال الآن في ظل التورة الرقمية العالمية وصلت لكل شعوب العالم صحي ومش بس للأنظمة صحي للدول التي هي حتى الدول الغربية والدول الداعمة لهذا الكيان أصبحت في حرج أمام شعوبها أن هناك عملية قتل ومنهج ونظم تهجير إبادة جماعية تجويع منع كل مقومات الحياة عن أهل غزة وشعب غزة لذلك هذا الثمن وهذا الرأي العام اللي بدأت تشكل وأصبح حتى رأي عام ضاقط على الدول الغربية والدول الداعمة لإسرائيل وضعها في حرج هذه كلفة سياسية على داعمينها الآن العالم حتى الخطاب السياسي للإدارة الأمريكية تغير اتجاه حركة المقاومة الوطنية أو الحركة الوطنية الفلسطينية وأنا أسميها حركة وطنية للمقاومة في فلسطين هي مقاومة الشعب الفلسطيني أن هذه المقاومة حتى وإن انتخذت مسميات حماس أو الجهات يجب أن تكون جزء من أي تركيبات مستقبلية لحل القضية الفلسطينية وأن هذه الحركة هي حركة التحرر الوطني وأن هذا الكيان محتل وأن العالم يعترف ويعترف ويطلب إدماج موضوع المقاومة المسيطرة في غزة هي حماس ضمن أي تركيبات مستقبلية إذن حتى هذه التصريحات سواء ضمنية أو صريحة من الإدارة الأمريكية أو الدول الغربية أن هناك قوى مقاومة نعترف فيها ويجب أن يكون هناك حل طبعا شكل الحل من خلال السلطة أو من خلال إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية أو مؤسس السلطة الفلسطينية منظمة التحرير منظمة التحرير الفلسطينية تاريخيا والسلطة القائمة وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وكل هذه الحيثيات طبعا لا شك أنه دعوة مهمة ومفيدة لكل الفصائل وحركة المقاومة الإسلامية في غزة أنه يكون هناك شكل الإطار الوطني للنضال الوطن الفلسطيني لأنه احنا أمام قضية أمام عدوان غاشم أمام مجتمع دولي علينا أن نوحد ونرتب البيت الفلسطيني ونتفق على آليات مواجهة كلنا في مواجهة العدوان سواء السلطة أو حركة حماس لذلك الآن العالم والخطاب السياسي والدبلوماسي لدى الإدارة الأمريكية ولدى دعمين الكيان الصهيوني تغيرت موقفهم ونظرتهم لحماس وأيضا الأهداف التي أعلنتها إسرائيل في بداية العدوان القضاء على حماس تصفية المقاومة تبكيك قعادة الأسرة داخل غزة لم تحقق أي هدف من هذه الأهداف المعلنة أي هدف من أهدافها المعلنة والآن الموضوع الملف العدوان على غزة الآن أعتقد أن الأمور بدأ هذا الكيان يوما تلوي يوم يفقد كل أوراق الدعم السياسي لذلك نشوفه بدأ مثل ما فضل زمين الدكتور عمر يشتت الكرات طارة يقتال قيادي في بيروت في بيروت وطارة يهدد بالكيال آخرين وتصفية آخرين وأيضا بدأت المفهوم الصراع وتهديد وتنفيذ في بعض العمليات عمليات بدأت مفهوم الصراع يأخذ أكثر ودخول اليمن أو الحوتيين على الصراع وتهديد الملاح العالمية بدأت هذا الصراع يأخذ شكلا معقد أيضا بدأت الدول الإقليمية أو الدول الأخرى المناوئة لخط السياسي الأمريكي أيضا لها تصريحات ومواقف من إدانة هذا العدوان لذلك موقف الحكومة الأردنية اليوم كان موقفا واضحا عمر دولة الرئيس ووزير الخارجية بأن الأردن يدعم هذا الجهد هذا الجهد الدولي هذا الجهد الدولي الذي يعري قانونيا ودبلوماسيا السياسة الصهيونية القائمة على الاحتلال وعدم الاعتراف بالحق أصلا جوهر والبصراع في المنطقة هو أن هذه دولة احتلال ترفض اعتراب بحق الشعب الفلسطين طيب هاي بدأ جيل هلالنقطة وأشكرك دكتور ممكن في بعض المحاور التي تفضلت فيها سنأتي لها بالتفاصيل في سياق هذا الحواري وهذا التحليل لكن بما نتحدث عن المحكمة الدولية برضو تساؤل وتساؤلات أيضا للمشاهدين كيف تتشكل هذه المحكمة وهي أيضا وهي أصلا منبثقة من وهي هيئة أو جزء من الأمم المتحدة كم عدد أعضاءها كم مدة النظر بهذه الدعاوي هل الزمن مفتوح أمامها وقراراتها هل هي ملزمة دكتور أشكرك سيدي على هذا السؤال حقيقة هي المحكمة كما قلت لك سيدي هي جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة من هيئة الأمم المتحدة وبالتالي يقول دائما الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هم حكما أعضاء في محكمة العدل الدولية عدد تتكون من 15 قاضي من جنسيات مختلفة بشكل عام 15 قاضي نعم وللأمانة والتاريخ حقيقة تتسم بالحيادية والاستقلال يعني دائما وأبدا الخوف من التأثير السياسي أن تصل القضية إلى المحكمة إذا وصلت القضية إلى المحكمة أعتقد أن التأثير السياسي يقل كثيرا تتسم قضاة المحكمة العدل الدولية والمحكمة العدل الدولية بالحيادية بشكل عام والاستقلال وعدم الخضوع لأي إنجازة للتعبير أي هيئة سياسية أي هيئة سياسية هذه فيما يتعلق في مدة القضية والله حقيقة إنها بشكل عام تأخذ مدة طويلة مدة طويلة أقتعد لك 7 سنوات 9 سنوات وما إلى ذلك لكن على الطرف الآخر من الممكن أن يكون هناك إجراءات تحفظية أو احترازية سريعة تصدر عن المحكمة تمام هاي دكتور ذكرت بذكرة الأسبوع الماضي نعم بدنا توضيح لها قانوني ما هذه الإجراءات بمعنى قيل إنه هذه المحكمة قد تصدر نعم توصية ما بعرف شو التوصية في القانون إلى توصية قرارا سريعا بوقف إطلاق النار هل هذا صحيح؟ نعم يمكن لها قبل البت بالدعوة؟ إذا بدنا نحكي بالنحية القانونية الصرفية نحن نقول تصدر حكما تصدر حكما التوصية غير ملزمة تمام وتالي كل ما يصدر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالاختصاص القضائي أحكام أحكاما ملزمة ويجب على الطرف الانصياع والخضوع لهذه الأحكام استنادا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969 بتقول أنه دائما وابدى المبدأ الرئيسي يجب تنفيذ الالتزامات الدولية بحسنية وبما أن الدولة انضمت إلى الأمم المتحدة وهي عضو في محكمة العدل الدولي فجزء من التزامها الدولي أن تنفذ ما يصدر عن هذه المحكمة من أحكام على الطرف الآخر بتقول لي أنه بكرة إسرائيل ما راح ترد ممكن إسرائيل بتقول أنا ما بدي أنفذ ولا بعترف وما إلى ذلك صحيح إذا رفضت تدني تدني عليها كثير بقرارات من الممتحدة هي حقيقة من حيث القوة القانونية من النحي القانوني هذا كيان غاصب وهو كيان متمرس في القانون وله خبرة قانونية كبيرة جدا لم يصدر أي قرار ضد الكيان الغاصب بأحمل صفة الإلزام ما يصدر عنها من الجمعية العامة صدر قرارات توصيات من الجمعية العامة تدعو مثلا إلى وقف الاستيطان إلى وقف التهجير إلى عدم استخدام الأسلحة المحرمة وما إلى ذلك من القرارات الكثيرة أنا لا أهمل القيمة الأدبية والقانونية لهذه التوصيات لكنها على الجانب الآخر لا تحمل صفة الإلزام والكيان الغاصب للأسف لم يصدر أي قرار ضده يحمل صفة الإلزام ما يصدر من قرارات ملزمة هي عن مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخذني ذاكرتي 46 أو 48 مرة استخدمت حق النظر بمعنى أنه تسقط أي قرار ممكن أن يتجه إلى إنزام هذا الكيان الغاصب لكن على الطرف الآخر إذا صدر هذا الحكم ابتداء هو انتصار للقضية ودائما نتهم في القانون الدولي أنه لا يتم تطبيقه إلا إذا تزاوج مع الإرادة السياسية وهذا الزواج دائما غير مقدس ليس زواجا كاثوليكيا جاز للتعبير إذا اختلفت المصالح يختلف تطبيق القانون الدولي لكن هل تصمد الإرادة السياسية كثيرا أمام القانون الدولي؟ أحيانا بالقانون والدراسة وأنا دائما أقول التمسك بالقانون أفضل بكثير من الاتكاء على عدم فعاليته يعني مثلا نعطيك مثال قديم جنوب أفريقيا كيف تحررت جمعية العامة عن الجمعية العامة ومش قرارات ملزمة الفصل العنصري وما إلى ذلك ونلسل من بيننا وكثير من القرارات صدرت على الجمعية العامة دفعت الطرف المعتدي إلى أو ردعته عن انتهاقه أمام المجتمع الدولي عودة إلى رفض إسرائيل أو عدم قبولها لتنفيذ حكم المحكمة يستطيع الطرف المحكوم له أن يذهب بهذا الحكم إلى مجلس الأمن طالبا من مجلس الأمن تنفيذه فمجلس الأمن أمامه أكثر من خيار في هذه الحالة إما أن يطلب من الدولة المحكوم ضدها أو صدر مثلا إذا صدر قرار لو قلنا قرار احترازي أو تحفظ القرار احترازي أو التحفظي ما في إداني لطرف من الأطراف تقريبا يعني إذا بدك على الوطني زي الكفالة أنت لا بدين ولا بتبري بتقول الآن بس وقف وإطلاق النار أنت ما دنت ولا بريت بتقول إحنا بنوقف ونمظر في القضية يجوز أن تصدر هذه المحكومة نعم طبعا مجلس الأمن عند اللجوء إلى مجلس الأمن يكون أمامه أكثر من خيار لعل أبسطها والذي لا نرغب به نحن كثيرا أنه اللجوء إلى الفصل السادس والفصل السادس عبارة عن توصيات يطلب من الدولة المعتدية إن جازة للتعبير أو المحكوم ضدها يطلب من الدولة المعتدية أو المحكوم ضدها أن تنفذ وتلتزم أن تنفذ وتلتزم بهذا القرار لكن إذا لم تقم هذه الدولة أو هذا الكيان بالتنفيذ والالتزام فلا ما فيه إجبار طبعا هلا بنتقل للخطوة اللي بعدها اللي هي مجلس الأمن الفصل السابع هون يعني رجعنا تقريبا للمربع الأول للمربع البيتو مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع فيما يتعلق باللجوء إلى الفصل السابع دائما وأبدا يكون اللجوء إلى الفصل السابع إذا كان هناك تهديد للأمن والسلم الدوليين بمعنى طبعا سلامات للدكتور هيك يتوعق بسيط سلامتك دكتور سلامتك دكتور فضل سلامتك أبدا فضل دكتور عمر الله مصلي على سيدنا محمد سلامتك دكتور فيما يتعلق بصدور قرار عن مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع طبعا هي سلطة تقديرية مطلقة لمجلس الأمن سلطة تقديرية نعم ما في عليه ولا رقيب ولا حسيب إلا أن يكون هذا الموقف قد يهدد الأمن والسلم الدوليين وهذا باق واسع والله أنا شايف أنه بهدد الأمن والسلم الدوليين أو مش شايفه إذا تم التصويت على هذا القرار الموضوعي بدي 9 من 15 حدد أعضاء مجلس الأمن 15 بدي المينمام 9 من ضمنه الخمسة دائمية آه تمام ومن الخمسة دائمين هنا للأسف لأي دولة منهم من الخمسة دائمين حق استخدام النقض البيتور طب يعني دكتور يعني كونكم قانونيين وكأننا نقول نحن باللغة العامية وكأن حبل العدالة طويل وشاق ويعني ما بنقول غير مجدي لكنه طويل بس موجود هذا واحد يعني إجابة على سؤالك فيه كمان طريق أخرى ممكن أروه على الجمعية العامة يعني إذا فشلت في حق النقض الفيديو طبعا لتفضل فيه دكتور محمد أنه أنا عم بعري دولي الآن أنا هي دولة طول عمرها ضحية كيان غاصب كيان لا يرحم لا إلا ولا ذمه قتل الطفل قبل الشيخ طرح الدكتور الجمعية عامة كما أنت أيضا نعم يعني القرارات مهمة أدبيا أخلاقيا لكن كل القرارات التي أدانت إسرائيل تاريخيا صدرت دون إلزام دون الفصل السابع من بيثق من جلس الأمن وهاي صرت يعني وكأنها يعني بتفضل معك تماما لكن يا سيدي على الجانب الآخر أنت عم تحكي عن أكبر بين قوسين برلمان دولي عم تحكي عن أكبر برلمان دولي لأنه كل دولة عضو في الأمم المتحدة هي عضو في الجمعية العامة وبتالي أنت تحكي عن يعني مش عن شيء صغير أو بسيط أنت بتحكي مع العالم كله تخيل أنه العالم كله يدين هذا الكيان ابتداء اثنين يحيق للجمعية العامة لكنها لم تقم بتفعيل هذا الدور أن تصدر قرارات ملزمة وبالتالي أنا ما ذكرت هذا الشيء لأنه نادر أو بين قوسين شاد أو قليل والشاد لا يجوز القياس عليه أو توسع فيه صدر عن الجمعية العامة قرارات ملزمة وقرارات تحكي من أجل السلام في الحرب الكورية وفي الميثاق المنشئ للأمم المتحدة أنابت أو فوضت الجمعية العامة مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين لأنه مجلس الأمن العدد العضاء أقل 15 مش زي هذا وهو سريع للعقاد ودائم للعقاد فوضته في حال مجلس الأمن أصبح عاجزا أو غير قادرا أو غير راغبا في أن يتخذ قرار من الممكن أن تقوم أن يعود هذا الدور الأساسي أو الأصيل إن جزلنا التعبير للجمعية العامة تمام نستمع وإياكم لتصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم بخصوص دعم الأردن للدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية إضافة على عمل وزارة الخارجية على إعداد الملف القانوني اللازم لمتابعة ذلك والتنسيق مع الدول العربية والإسلامية ارتكبت إسرائيل خلاله العديد من جرائم الحرب التي نعمل أيضا على إعداد ملفاتنا القانونية للتعامل معها دعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل حول اتفاقية العبادة نحن كنا بين أول من دعا إلى محاسبة إسرائيل ومحاسبة المسؤول الإسرائيلي عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة وقدمنا هذه الدعوة في الأمم المتحدة بالتأكيد نحن ندعم هذا التوجه وهناك آلية عمل للمحكمة وخبراءنا القانونيون يعدون الملفات اللازمة للتعامل مع هذا الملف هناك 43 دولة عربية وإسلامية عضو في المحكمة وإحدى قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة كانت تكليف الأمانتين العمتين في الجامعة وفي منظمة التعاون الإسلامي من أجل إذن كانت هذه التصريحات دكتور وأنت أشرت قبل قليل إلى دعم الأردن لهذه الدعوة أيضا إعداد ملف قانوني لدعم هذه الدعوة ضد إسرائيل تحديدا في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية العام 48 دكتور هذا الدعم نتساءل عنه أهميته وأيضا عن هذه الاتفاقية اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 48 هذه التفاصيل أهميتها أركانها كما ذكرت قبل قليل مزيد من التفصيل دكتور رحمد إذا تكررت سيدي حقيقة الجهد الأردني واضح وملموس ولا يطاهي أي جهد وهذه الدبلوماسية الأردنية التي على رأس جلالة الملكة لا يحفظه ووزير الخارجية المتميز في أداءه وطرحه وحديثه اليوم في مجلس النواب بأن الأردن يعد ملف متكامل بخصوص جرائم دولة الاحتلال في غزة أيضا الجهد الأردني مع اللجنة الرباعية واللجان الأخرى واتصالات الثنائية مع كل دول العالم هو كان ينصب وكان الملك كما اليوم أشار إليه مع الوزير الخارجية أن الملك الأول والأولوية الدبلوماسية الأولى للدبلوماسية الأردنية هي وقف العدوان على غزة فهذه أولوية للدولة الأردنية بدءا من جلالة الملك ولكل عناوين الدولة ومؤسساتها ودبلوماسية وقف العدوان المساعدات أن تدخل وديمومتها هذا التوابط للسياسة الأردنية وهي أكثر موقفا التزاما بالقضية الفلسطينية وهذا موقف تاريخي للأردن موقف تاريخي للأردن باعتباره الأكثر والأقرب للنبض الفلسطيني والعلاقة التاريخية والخصوصية التاريخية وأيضا إيمان الدولة الأردنية العميقة الراسخ أن فلسطين هي قضيتنا الأولى وأنها ليست قضية الفلسطينيين وهذا ما تجسد عبر دور تاريخي وسياسي للدولة الأردنية منذ قيام هذا الاحتلال لم تألو جهد هذا الجهد الأردني واللقاءات جلالة الملك ووزير الخارجي وكل أركان الدولة الأردنية أثر تأثيرا مباشرا وفعالا في فتح الممرات الإنسانية أيضا في فضح هذه السياسة تسليطة ضوء على جراء من الاحتلال أيضا اليوم كمان هذا إعلان مهم ومؤثر ومفيد أن الأردن يحضر ويعد ويدعم ملف فيما يتعلق بجرائم الإبادة أو جريمة الإبادة الجماعية المنطبق عليها قواعد القانون الدولي سواء الاتفاقية أو العرفية واتفاقية منع الإبادة وحضر الإبادة الجماعية 1948 وزمين الدكتور عمر يعني أستاذ القانون الدولي هذه الجريمة الأردن يعني وأنا بتقديري رح يؤكد ويبين أن انتفاقية منع الإبادة الجماعية 48 هي تطبيق لما يقوم به الاحتلال وما يقوم به الاحتلال يندرج بالمعنى القانوني الدقيق ضمن أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية لذلك هذا المعركة هي قانونية وسياسية وأيضا هي معركة نعري هذا الكيان مرة تلو الأخرى أمام المجتمع الدولي وبالوسائل الإعلامية والدبلوماسية بالمواقف بالبيانات بالتصريحات المتلاحقة لذلك نجد أن ولا أقلل من موقف الأشقاء العرب الآخرين الأقطار العربية ولكن نجد أن الدولة الأردنية وبكل إمكاناتها القانونية والدبلوماسية تخوض معركة الدفاع عن الحق للشعب الفلسطيني وتدافع عن الفلسطينيين وأيضا حتى على المستوى الإنساني ودعمهم وأيضا دكتور إضافة إلى التصدي للسردية الإسرائيلية سواء دائما ما قبل 7 أكتوبر أو ما بعد 7 أكتوبر هذه السردية يعني تولت الدولة الأردنية ووزارة مع الوزير الخارجية في فضح هذه السردية مرة تلو الأخرى اثنين أيضا موضوع التجويع ومن كل سبل الحياة والمستشفيات الميدانية يعني الأردن كان ولازال فتبقى بإذن الله هو خط الاتصاء الشريان الحياة لأهلنا في فلسطين تاريخيا الأردن حتى منذ احتلال قيام دولة إسرائيل 48 لم يغلق الجسور ظل شريان الحياة ما يربط بين ضفتين نهر الواحد ممتد وهذه فعلا السردية السهيونية التي تعتدي تدعي الدفاع النفس والشرعي والنسبة أكتوبر كان عدوانا طب دكتور سمعني هاي نقطة مهمة يعني طالما إسرائيل استخدمتها بقصة أنه ما تقوم به هو دفاع عن النفس أنت قبل قليل ذكرت أنه هاي الحركات حركات تحرر وطني من باب قانوني هل يوصف ما قامت به إسرائيل بأنه بمعايير دفاع النفس هل يوصف أن ما قامت به هو دفاع عن نفس إطلاقا لا يوعد دفاع عن نفس أولا شرط التمسك بنظرية الدفاع الشرعي أو الدفاع عن نفس بالقانون الدولي شرط الأياد البيضاء شرط أن لا تكون هذه الدولة ترتكب جرائم وأيضا أن لا تكون دولة متمردة ورافضة بالالتزام بالقانون الدولي لذلك أنا أعتقد أن ما قامت به المقاومة الفلسطينية أو الحركة الوطنية المقاومة في غزة بسبعة أكتوبر هو ردا على اعتداءات متكررة ردا على اعتداءات ردا على اعتداءات يوميا تنتهك الحرمات والمساجد والمسجد الأقصى والأماكن المقدسة يوميا هناك اعتداءات متكررة فلو كانت هذه الدولة فعلا ملتزمة ومؤمنة بالقانون الدولي ومكنت الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني لكان الأمر حديث آخر ولكن أنت ترفض ابتداء الانصياع فهل تستغرب من ردة الفعل أنا أخاطب دولة الكيان هذه الجرائم اليومية الاجتياح للأماكن للأقصى لكل الأماكن الدينية الأفعال اليومية المتسلسلة والمتلاحقة هي كانت الدافع لعملية سبع أكتوبر وبالتالي أن إسرائيل هي التي تسببت فيها وجاءت عملية سبع أكتوبر ردا على سياسة العدوان والظلم والتهجير التهجير التي تم الشاب دكتور من نقطة سنأتي للتهجير ومن نقطة التي ذكرتها يمكن أيضا كان دوما تأكيد الأردن على جزئية حتى ما بعد هذا العدوان وانتهاء هذا العدوان مهما مهما طال إن لم يتم تثبيت الحق الفلسطيني سنعود من جديد لدوامات عنف أخرى ومتجددة دكتور لا استقرار ولا يمكن أن تنعم هذه الملطقة باستقرار إلا بنصياع إسرائيل دولة الكيان أولا للحق الفلسطيني وتمكن الشعب الفلسطيني ووقف كل سياسات التهجير والتهويد والاستلاع على الأراضي وقتل الناس ومحاكمات شكلية وأسرع جرائم المختطفين هم بدعوا أنه مختطفين عند حركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية أيضا المدنيين اللي اعتقلوهم أثناء العمليات العسكرية البلية في غزة وما شاهدناهم من فضائع لم ترتكب في التاريخ أيضا حجم الدمار الهائل هذه دولة لا ترى لا ترى أي وجود لأي حق إنسان أو حق في الحياة القيم الإنسانية في كل الديانات ارتكبت بحقها مبقعة هذا التهجير هذا القتل الجماعي هذا الإبادة الصور اللي شفناها للمدنيين من غزة تقشعب له الأبدان هذه ترائم كل فعل من هذا الأفعال بحد ذاته شك الجريمة لذلك نقول إنه هذا الكيان وعلى المجتمع الدولي والرأي العام الدولي أن يستخدم كل الوسائل المشروعة والقانونية لضبطه وضرورة الزامة بالإنصية بالإعتراف أولا بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دوله ومنع هذه الجرائم وضمان ضمان الحياة البشر صحي دكتور عمر التساؤلي أو العديد أيضا من التساؤلات المحكمة الأسبوع المقبل ستبدأ بالاستماع لهذه الدعوة تساؤلي المحكمة فقط تنظر بالدعوة التي مقدمة أمامها تستمع لوجهة نظر المقدمة التي هي جنوب أفريقيا ومن يدعمها بهذا الملف وهناك الطرف الذي سيدافع عن نفسه بقرار إداني بقرار إن كان هنا لقرار إداني يصدر للدولة المرفوع ضدها الدعوة أم قد تستفيد دولة الاحتلال الدفاع عن نفسها وطلب إداني للطرف الآخر مبارك هذا السؤال أنا قدرت أوصل لك بمعنى فقط أي إدانة ستكون باتجاه إسرائيل أم إن كان لدى إسرائيل أو دولة الاحتلال ملف آخر قد يدان به مثلا حماس بارك الله فيكسيد على هذا السؤال بس يعني على فكرة الدفاع الشرعي إضافة للفضل في زميل الدكتور محمد يعني مشروط الدفاع الشرعي لعل أبسطها اللي هو أيدي النظيفة أو الكلين هاند يعني أن يكون محقا بمعنى أن يكون محقا هل غزة لو بدنا جوزافة نعترف بالكيان هل هي غزة ضمن الثمانواربين أو الكيان اللي هو أتى على غزة أو ما يسمى بينغو سين يعني هذه حقائق التاريخ أتى صحي على غلاف غزة والتالي يعني ما قامت به حركة حماسكة حركة التحرر الوطني هو يعني من بدهيات الأشياء أنه هو دفاع شرعي داخلين على حدودهم أو داخلين إنجازة للتعبير على أراضيهم الشرط الثاني التناسب فقرة التناسب ما بين الفعل وردة الفعل فلا يعني لا يخفى على أي إنسان أنه لا يوجد هناك تناسب على الإطلاق يعني القتل يعني أول مبارع في تقرير بيحكي أنه ما تم تدميره في غزة أكثر مما تم تدميره في الحرب العالمية الثانية مدينة نورنبرغ في ألمانيا لم يتم الحاق لأذى والضرر بها كما تم في غزة 70% 70% دمرت المساكن سويت بالأرض سواء بالبشر أو بالحجر وبالتالي هنا يعني أنا لا تأكلم عندي فعشرة إضافة إلى ذلك يجب وجوبا على الدولة المعتدى عليها أن تقوم بإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمين بهذه الحالة حيث يتولى هو وكأنما هو الجهة القانونية في ذلك هل يحفظ السلم الدولي وهذا لم يحصل وابتالي اختل أكثر من شرط من هذا الشروط فيما يتعلق بمحكمة العدد الدولي أعودي إلى سؤالك لن لا أتصور أن محكمة العدد الدولي أن تقوم بالإدانة الموضوع أكبر بكثير مما نعتقد إنغوسين هو عبارة عن معركة قانونية طويلة معركة قانونية طويلة يعني كما تجري معركة على الأرض العسكرية ونالك معركة قانونية يعني نحن لا نتحدث عن سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة يعني بعتقد إن لم تخني الذاكرة سبع أو تسع سنوات في قضية مينمار لما بالإبادة الجماعية رفعت عليها هذه القضية وبالتالي موضوع لداني من الآن من المبكر لكن من الممكن أن تقوم بإصدار حكم قضائي بمعنى أن يكون ملزما وقف اطلاق النار وقف اطلاق النار ليس فيه إداني لطرف من الأطراف وإنما أنه نضع الأمور على ما هي على الجميع نتوقف عن الطاق النار نوقف شلال الدم سؤال الطرف الآخر أنه إسرائيل تتقدم بدعوة ضد مين إذا ضد حماس لا يجوز لا يجوز لا يجوز قولا واحدا لا ترفع الدعاوة أمام محكمة العدل الدولية إلا على الدول فقط حركة حماس هي جزء من حالة وطنية من حركة وطنية حالة منظمة التحرير الفلسطيني نجازة لنا التعبير هي والدولة الفلسطينية وعمليا لا تستطيع ولا يجوز لإسرائيل أن تتقدم بهذه الدعوة ترفض قولا واحدا لكن برضو ثار هنا لك سؤال أنه قد تقوم إسرائيل برفع دعوة على جنوب أفريقيا هذا التساءل قرأتم البارحة لحق لأن ممكن تقوم برفع دعوة على أنها تدعم حركة إرهابية وهي حركة حماس تمام كون نسبة أنه هي ما تقوم به جنوب أفريقيا هو دعم لحركة إرهابية في نظر هذا الكيان وبالتالي ترفع عليها دعوة أمام محكمة العدل الدولي من حيث المبدأ لا أعتقد أنه محكمة العدل الدولي مختصة في النظر في مثل هذا النوع من القضايا إضافة إلى ذلك دعم حركة تحرر وطني معروفة لدى العالم أجمع لا يتصور أن يكون هناك مقبولية أو إدانة لكن من الثابت أنه سوف يكون هناك معركة قانونية طويلة نحضر أدواتنا القانونية لها وبعتقد كما تفضل الدكتور محمد حتى على المستوى يعني المؤسسات المجتمع المدني تذكر كنت أنا وياك بمعاية الدكتور يحييب عبود صحيح نقيب المحامين كانت الجزار في ملفات الآن عم تتجهز في ملفات التوثيق يعني في مجال هذه الثورة للاتصالات وثورة التكنولوجيا يعني مثلا من ضمن الأشياء اللي هي القصف العشوي قتل المدنيين التصريحات الحيوانات البشرية لمسؤولين هي لم تصدر يعني لم تصدر من أفراد صدرت من المسؤولين شخص يمثل دولة صحيح الحيوانات هذه البشرية استخدام السلاح النووي صدرت من المسؤول من استخدام السلاح النووي والكثير الكثير وأخيرا هذا وزير المالية يقول لك الآن فرصة مناسبة للتهجير للتهجير فرصة مناسبة بشكل رسمي فرصة مناسبة للتهجير طبعا يعني حتى بريطانيا وفرنسا اعترضت على هذا الكلام اعتراضا كبيرا صحيح يعني الإشكالية الحقيقية أنه هم مجهزوا بيئة للأسف الشديد جهزوا بيئة مناسبة تدفع يعني تدفع الغزيين إلى الخروج حقيقة يعني في النهاية يعني إحنا تحية إجلال وإكبار وتقدير لهذا الشعب الرازق تحتها يعني أنا لا أعتقد أنه مش في العصر الحديث ولا في العصور القديمة حصل ما حصل للشعب الفلسطيني لكن هو في النهاية إنسان هو في النهاية إنسان بحاجة لأن يأكل حاجة لأن يشرب مات الكثير من أبنائهم لم يعد لهم بيوت لم يعد فتلي يعني تعبوا الناس في غزة تعبت الآن يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل من أجل توفير الحد الأدنى من مقومات حق الحياة دائما نحن نقول في القانون الدولي والحقوق الإنسان نقول أنه يعني في مراحل القانون الدولي الجيل الأول الجيل الثاني الجيل الثالث في مقدمتك ذكرت الشرعة الدولية صحيح اللي هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعهد الخاص بالحقوق الثقافية الاقتصادية والاجتماعية الزهرة الجيل الثاني والجيل الثالث وما إلى ذلك الآن نحن نطالب بالرجوع للأسف نعم الريكولينج نطالب بالرجوع إلى الجيل الأول حقهم في الحياة في الحياة ونطالب حقهم في حقهم في الحياة للأسف طول المعركة لا يعني أنه رح نقسر طول المعركة لا يعني الفشل هي بدها جلد وبدها تحضير وبدها استعداد وإن شاء الله أنه موجود لدينا طيب دكتور سؤالي يعني ممكن ما أتبقى معنا أقل من خمس دقائق رفع دعاوة أمام المحكمة العدل الدولية لا علاقة له أو ما في إشكال أنه يكون فيه دعاوة على أشخاص لدى المحكمة الجنائية ليس كذلك صحيح تماما أنت تستطيع أن تتقدم برفع دعوة فلسطين مثلا تستطيع أن تتقدم برفع دعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية على بعض القادة مش على الدولة على بعض القادة الصهاين على بن يمين التنير وعلى وزير المالي وما إلى ذلك لكن أيضا لا ننكر أنه من الممكن أن نستفيد ونتكئ على الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية إذا كان هذا الحكم صادر من محكمة العدل الدولية وإن شاء الله أنه يكون في طرفنا ولي صالحنا يكون هذا سببا وبينه لدى المحكمة الجنائية الدولية على أنه ما تم في غزة يرتكز عليه نعم خصوصا إذا ما علمنا أنه اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وردت في المادة الخامسة أربع على سبيل الحصر جرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب جريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان وأعتقد فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية إذا تم الوصول إلى قرار إداني سوف يكون انتصار تاريخي للقضية الفلسطينية وأنا أعتقد جازما أنها الآن أصبحت محطة اهتمام المجتمع الدولي كاملا وكما ترضى الأخي الدكتور محمد لمجتمع الدولي الآن بلش ننظر بعين أخرى لم تعد العدالة عمياء والآن كل ذلك هنا دكتور اسمحي لي بجاء سأله مع الدكتور وأسألك معي لأنه تبقى معي يمكن أقل من ثلاث دقائق العدالة عمياء وهذا السؤال بسألوا الإساة بالقانون قرأتم القانون تدرسون القانون حياتكم ضمن كتب القانون التساؤل الإنساني التساؤل الإعلامي بكل بساطة نحن نقول أن صورة الإنسانية اهتزت ولكن أيضا صورة القانون بشكل عام بمجمل القانون الدولي هذا ما يعني الشرعة الدولية اهتزت تتفق مع هذا الكلام دكتور أم أن مهما طالت ستبقى يد العدالة ستأخذ حقها ومجرها تتفق يعني مع هذا القول نسبيا أولا الآن في أمام هذا الواقع المعاش وما نراه من جرائم يومية قيمنا الإنسانية والقانونية وقيم العدالة ومبادل العدالة والإنصات تختبر الآن تختبر تختبر الآن أمام هذا العالم وهذا ما تتحدث في دولة الأردنية وما تطرحه الدولة الأردنية الآن ومنذوب الأردنية لأمم التحدة أو وزير الخارجية لا أذكر على وجه التحديد بكلمة أمام مجلس الأمن أن القيمنا الإنسانية قبل القانونية عم تختبر صحيح والآن هو اختبار لهذا المجتمع الدولي لهذه الفضائح الموثقة ترى بحدها الأدنى هي فضائع ما ما تم تدميره بغزة 75% من المباني والبيوت ودور السكن ودور العبادة والمستشفيات إذن الآن العدالة تختبر قيمنا الإنسانية والأخلاقية تختبر أمام هذا العدوان الغاشم لا يوجد شيء يجمل أو يحسن هذه الصورة لهذا العدوان لذلك ما بعد حرب أو العدوان على غزة ليس كما كان الحال الآن هذا الكيان أفرط في استخدام القوة بطريقة همجية بطريقة وحشية وإن كانت هناك تضحيات ضخمة تحملها أهلنا وشعبنا الفلسطيني في غزة هي تضحيات جسيمة تضحيات ضخمة جدا حجم هائل من الدماء من التجويع من الترويع لكن هذا ثمن الحرية ونحن نؤمن بالله ونؤمن بعدالة هذه القضية صحيح وبعدالة انتصار هذا الشعب ومقاومة الوطنية لذلك نقول أنه مهما طال الزمن كل احتلال زائل تمام دكتور بكلمة أخيرة هل العدالة يعني بالإعلام كما نقول هل العدالة على المحك أم أنها ستنتصر أو قد تنتصر بالنهاية أتفق جزئيا ما ذهبت إليه لكن لا يستدفعنا عن القانون الدولي لأن هذا المادي لنا لكن صديقي في البداية الكل كان يقول ما فيش قانون دولي وأين القانون الدولي والشرق العالم كله محط العالم كله على محكمة العدل الدولي ماذا سيصدر الأمر الذي يعني أننا عدنا إلى الاهتمام في القانون الدولي لو لم يكن العالم مهتما بما يحدد ويرسم القانون الدولي لما قلقنا وقلق هذا الكيام خوفا وارتعد من فكرة محكمة العدل الدولي حقيقة دائما وابدا الحق لا يأتي مجانا ولا يستعد بالمجان لا تتصور يوم انه بوكي ورد راح ترجع الاسرائيل البدنيات ما اوثي بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ولكن يجب أن تنظم هذه القوة من خلال القانون والآن اللي عم نحكي ووجودنا هنا بدنا نحكي عن محكمة العدد الدولي قانون دولي بدنا نحكي عن محكمة الجناية الدولية قانون دولي اتفاقية منع لبادة الجماعية قانون دولي حق المقاومة قانون دولي حق الشعب في تقرير مصوره قانون دولي الدفاع الشرعي قانون دولي القانون الدولي موجود لكن نحن إنجاز لنا التعبير نستعجل الأشياء قليلا لكنها موجودة وإن شاء الله سننتصر دكتور عمر العكور شكرا جزيلا لكم وأيضا دكتور محمد معاقب شكرا لتشريفكم هذا المساء مشاهدين شكرا للمتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة